بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تحدثنا عن معنى الثقة في رزق الله وعلاقة ذلك بأخذ المريد السالك إلى الله بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها بل الاعتماد على المسبب سبحانه وتعالى وتحدثنا عن هم خوف الرزق الذي يعيشه الكثير من الناس وقلنا إن هذه المشكلة تتعلق بالنفس الإنسانية تتعلق بمفهوم الطمأنينة واليقين بالله عز وجل وأوضحنا أن هذا اليقين يحتاج منا إلى علم وعمل حتى يتحول من اقتناع عقلي إلى عقيدة وجدانية وفطرة إيمانية لا تغيب عن بصائرنا ولا عن قلوبنا وقلنا أن هناك نوعان من الأسباب للرزق أسباب حسية مثل الدراسة والشغل والوظيفة والتجارة والبيع والشراء وغير ذلك وأسباب معنوية مثل الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الواقعة كل يوم وأن على المريد السالك إلى الله أن يأخذ بالأسباب المعنوية للرزق مع قيامه بالأسباب الحسية إن فعل ذلك فقد بدأ يخطو نحو تحقيق اليقين برزق الله في قلبه بدأ يفكر أثناء الاستغفار والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوته لسورة الواقعة أنه ينتظر أن يكرمه الله بالرزق كما ينتظر أن يكرمه بالرزق بعد أخذه بالأسباب الحسية كذلك أثناء أخذه بالأسباب الحسية فهو ينتظر نتائج غير المال غير الرزق الحسي هو ينتظر رزقا معنويا مثل المغفرة والفضل والتوفيق من الله جاء في التبراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له إذن من قام واكتهد من الصباح واشتغل طلبا للرزق الحلال وواضب على صلواته ولم يرتكب حراما في رزقه لم يغش ولم يرتشي ولم يرشي أحدا ولم يأخذ ربا ولم يسرق ومشى على الصراط المستقيم وعاد إلى البيت متعبا ومجهدا من عمله إن كان نوى عند الصباح قبل الخروج إلى العمل أن ينال رضوان الله بأن يقوم بواجبه بالأخذ بالأسباب الحسية وأن يكفي نفسه ومن يعول أن يكون عالة على غيره في الرزق هذه نيات حسنة يكرمه الله بها ويثيبه عليها مغفرة ورضوانا وتوفيقا إذن هو أخذ بأسباب معنوية وانتظر مع النتائج المعنوية نتائج حسية وهو أخذ بأسباب حسية وانتظر مع النتائج الحسية نتائج معنوية هذا يورثه بالتدريج إن استمر وواضب على ذلك طمأنينة ويقينا تجاه رزق الله له هذا جهد يرقيه وتحصل به نتيجة تراكمية وشيئا فشيئا تنبت شجرة اليقين بالقلب تنبت بهذه السقية بالربط بين الأسباب الحسية والأسباب المعنوية وانتظار النتائج الحسية والمعنوية من كل منهما هكذا نبدأ نرتقي في فهم كيف يأتي الرزق يبدأ في قلوبنا إحساس نور بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى وعندها يبدأ باطننا يتحصل على قوة الثقة بالله عز وجل التي تورث في قلوبنا سكونا ورسوخا لا تستطيع بسببه الدنيا وأسبابها أن تشغل قلوبنا يمكن للدنيا أن تشغل عقلك ووقتك في التفكير كيف ترتب الصفقة أو العمل أو الدراسة يمكن أن تشغل جهدك البدني في العمل والسعي لكن لا يمكن أن تشغل قلبك لأن الدنيا لا يمكن أن تكون في قلب السائر إلى الله أبدا بعد ذلك هل يبيع دينه أو لا يبيع عند تهديد إلى مرحلة الإنسان الذي يثبت الله قلوب الخلق على يديه يبدأ الناس يتعاملون معك فيتأثرون بما تقول وينتقل هذا الثبات وهذا اليقين إليهم فحجة صاحب اليقين لا يمكن أن تقف أمامها أوهام المتشككين أبدا وهنا نذكر قصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قام يتفقد الرعية فسمع امرأة تكلم ابنتها وهما يحضران لبيع اللبن في النهار تقول الأم هيا يا بنيا قبل أن يطلع النهار اخلط اللبن بالماء تغش اللبن فتقول لها ابنتها يا أماه إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نهى عن خلط الماء باللبن قالت الأم أي بنية إن عمر بن الخطاب قد نام في بيته وهو لا يرانا فقالت ابنتها يا أماه نعم إن عمر لا يرانا لكن رب عمر يرانا كلنا يعرف هذه القصة ونعرف أن سيدنا عمر أصار على ابنه أن يتزوج هذه الفتاة وأنها جدة عمر بن العزيز خامس الخلفاء الراشدين الذي أعاد الخلافة الذي أعاد الخلافة إلى نصابها بعد الظلم الذي سبقه وهكذا وهكذا بالثبات واليقين في رزق الله تحولت هذه الفتاة من بائعة لبن إلى زوجة لابن أمير المؤمنين وهكذاр وجدّة لخامس الخلفاء الراشدين ونلاحظ ونلاحظ هنا أنه عندما كانت أمها تناقشها أمها تقول لهاخلط اللبن بالماء البنت تقول لا هذا حرام نهى أمير المؤمنين أن نخلط اللبن بالماء أمها بدأت تقول حجتها بدأت تقاوم يا بني إن عمر لا يرانا فكان رد البنت لكن رب عمر يرانا هل استطاعت الأم أن تجادل هل استطاعت أن تقاوم لا لماذا لأن حجة الحق إذا صدرت عن لسان امتلأ قلب صاحبه باليقين لا يقف أمامها شيء في الوجود وإلى لقائنا القادم إن شاء الله